موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ترك المتظاهرون غاضبون موكب رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القازمي السبت اثناء افتتاحه احد المشاريع في محافظة زيكر بجنوب البلاد وقالت المصادر ان محتاجين غاضبين رفع شعارات وهتفات ضد زيارة رئيس الوزراء طالبوا بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن خاطف الناشط السجاد العراقي خلال افتتاح القازمي لاحد الجسور في مدينة النصرية النفطية واوضحت المصادر ان القازمي اضطرق لمغادرة الموقع بشكل عاجل وبحسب المراسل فقد اقدم المحتاجون على رشق موكب القازمة بالحقارة خلال افتتاح حج جسر النصرية الكونكريتي وهتف المحتاجون ضد الحكومة التي وصفوها بالحزبية رافضين وجوده في النصرية وكان القازمي وصل الى النصرية في وقت مبكر من صباح السبت لافتتاح عدد من المشاريع الحيوية ومنها مستشفى النصرية والمعروف محليا بالمستشفى التركي وجسر النصرية الكونكريتي بعد اعادة تأهيل ومحطة النصرية المركبة بالاضافة الى وضع حجر الاساس لمطار النصرية المدني وعلى هامش الزراء اكد القازمي ان الاجهزة الامنية والقضائية جد بالعمل للوصول الاركة لتناشطين وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان القازمي زار عائلة انس مالك الذي قتله متأسسا بجراحه بعد اصابته خلال التظاهرات في مدينة النصرية العام الماضي واكد القازمي حسب البيان ان الاجهزة الامنية والقضائية جد في العمل للوصول الى قتلة الناشطين وقد تكمنا في وقت سابق من الكاء القبض على قتلة الصحفي احمد عبدالصمد وفرق الموت في البصر وعددا من قتلة المتظاهرين واشار القازمي الى ان النصرية عانت من التهميش للعقود طويلة وابناؤها اليوم بسبب كل الخدمات والسياسات الخاطئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله